السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعة موظف البنك او المصرفي او موديل البنك. القطعة موجودة بالكتاب بالصبحة اه ستة وخمسين وبالملزمة عندكم خمسة وستين عكس الرقم. القطعة ايضا موجودة بالكتاب بهذا الطريقة واحنا متعودين انه نروح نلقاها بالملزمة مترجمة ومكتوبة بشكل افضل حتى نقدر نقشر مثلا نكتب ملاحظاتنا اذا اكو مرادة فات اذا اكو اسئلة مثلا نقول جاية بطريقة معينة. فميت ابانكر. I have been a banker for 20 years. صار لعشرين سنة اني اعمل مدير بنك او موظف بنك ما صرفي. and I love my job. وأحب عملي. what makes it particularly interesting. ما يجعله بوجه الخصوص عمل ممتع يعني يعني اللي يسيرني بهذا العمل انه انا اكون موظف بنك. is the variety. هو التنوع. وهذه يعني اجد السؤال هذا بالوزاري على هاي الكلمة the variety اللي نكتبها فقط هي. دع تردون نقول. فهم يقولون ماذا يجعل what makes a banker job interesting. ما الذي يجعل عمل موظف البنك ممتع. وهو variety. I have to do many different things. علي ان انجز واقوم بأدة اشياء او اعمال مختلفة. and use a number of different skills. وانجز او استخدم عدد من المهارات المختلفة. no two days are ever the same. ما عندي يومين من الشابهات. أبد طول عمري. اجي للمصرف ماتي مثل للشغل ماتي. اليوم ما يشبه البارحة وباتر ما يشبه اليوم والآخري. no two days are ever the same. most importantly. والاكثر اهمية من هذا. we have to convince. convince. نقنع. علينا النقنع. نقنع منه? people to use the bank. شلون نقنع الناس. يعني ممكن يجي سؤال كيف البنوك تقنع الناس to use the bank. على ان تستخدم البنك. يعني مو يانتشان يجي يخلي فلوسها بالبنك. فاني حتى يحفزني البنك وخلي فلوسها اما وامنها. لازم يسوي شغلات او عروض او فد. ايجابيات يغري المستهلك يغري المواطن يغري الناس انه تخلي فلوسها بالبنك. and one way to do this. وواحدة من هذه الطرق. اللي يستخدمها البنوك حتى بين قوسها. تقشمرون الناس انه يخلون فلوسهم بالبنك. is to offer new services. ان نقدم ونعرض خدمات جديدة. يعني مصرف مثلا مصارف يعرض نسبة مئوية اكبر. مصرف يسوي قرعة كل شهر مثلا على سيارة على بيت. اللي يعني يفتحون حسابات بهذا البنك. سوهم قرعة مثلا. او اذا تريد تشتري بيات انقصط لك لقصات بقية البنوك يقصطه بعشر سنوات احنا نقلي عشرين سنة وهكذا. فهذه الخدمات اللي ممكن احنا نقدمها. for example قل مثلا. we can attract students. يمكن ان نجذب. اتراكت نجذب students الطلاب. شلون نجذبهم ذلك الطلاب. يعني من الشرائح المجتمع اللي ممكن يجذبها. البنك هي students الطلبة. by offering special students accounts. بعرض حسابات طلاب يعني خاصة لهم. مثلا اذا توفر فلوسك ادنو من توصل الجامعة احنا نسدد الاقصاف وعلى راحت تدفعها من هالكلوات البنوك. if the bank is close to a university or a college. اذا كان المصرف قريب من الجامعة او الكلية. we also advise people. وايضا احنا ننصح الناس. on the most suitable accounts. على الحسابات الملائمة. الاكثر ملائمة. for their needs. لاحتياجاتهم. نعيد المقطع من جديد نقرأ. i have been a banker for 20 years. and i love my job. what makes it particularly interesting is the variety. i have to do many different things and use a number of different skills. no two days are ever the same. most importantly we have to convince people to use the bank. and one way to do this is to offer new services. for example we can attract students by offering special students accounts if the bank is close to a university or college. we also advise people on the most suitable accounts for their needs. another of my main responsibilities. واحدة من مهامي الرئيسية. مسؤوليات الرئيسية. واحدة من another of my main responsibilities. واحدة من المسؤوليات اللي قاني ممكن تكون عندي مهمة. is to decide. to decide. sorry. is to decide whether or not to give people or businesses loans and businesses loans. ان اقرر. ان اقرر اذا او لا اعطي الناس الاشخاص والبزنس والشركات القروض. فهذا شنو يعني بالوزاري اجدتي ما هي واحدة من مسؤوليات من اهم مسؤوليات موظف البنك. شنو نكتب هذا is to decide whether or not to people or businesses loans. ان ينطي او ما ينطي الناس والاشخاص والشركات بالقروض. this is one way the. هنا تكتبولي بانك. هاي الكلمة راحتكم. يعني هنا is the bank. this is one way the bank uses the money people put into their accounts. يقول هذي واحدة من الطرق اللي البنك يستخدم فلوس الناس ويخليها بها. يعني البنك لما تخلي الناس فلوسها عدة. عندها او عدة اوجه. شنو هي انه لازم يحافظ على هاي الفلوس من الناس تريدها. اه تريد تسحبها لازم البنك عنده رصيد من الفلوس حتى يرجع. يعني هو ياخذ من ذول الناس يودي للشركات يودي للقروض ينطي الناس. والناس تريد تسحب لازم اكو فلوس موجودة. فاذا ابل البنك او البنك يصرف فلوس الناس وما عنده رصيد. يعني انا لازم اضمن فلوسي ترجعني لما انطيها قروض. لما انطيها المشاريع. لازم اضمن ذول الناس يرجع لها حتى يظل عندي رصيد. فيقول هذي من الطرق اللي يستخدمها البنك. يستخدم فلوس الناس. مو بس احنا ناخذ فلوس من الناس وندارينها او نطيها قروض ونشتري بيها. وما عندنا رصيد. فالناس من تريد فلوسه لازم موجودة. يعني البنك هو واحد يشغل هاي الفلوس. ويعمل منها ارباح. وبنفس الوقت ينطيك نسب من هذي الارباح. القسم منكم راح يروح من ادارة الاقتصاد او محاسبة او هاي الاقسام راح يبدي يفهم هاي الامور بالمستقبل ان شاء الله وهي احكى كمعلومات عاملة. على العموم يقول انا اقرر اذا الناس انطيهم او الشركات القروض ليش. لان واحدة من الطرق اللي انا لازم احفظ عليها الفلوس. فلوس الناس حتى تبقى بالدولة بالبنك ويعني ما يتعرض البنك للفلس. واحدة من الطرق اللي يستخدم البنك فلوس الناس هي الاقراض. الفلوس ما يجون الناس ينطونيها واني اضمها بالخزنة هذي الموجودة عندنا بالبنك. ما اضمها فقط. لكن البنك يستخدمها وهذه الاموال تستخدم لان نعمل منها اموال اكثر واكثر. يعني شاء الله البنك. الكثير من الناس والاشخاص يحتاجون لونز القروض. ليش يحتاجون احفظ قرض. اضمها الفلوس لو اريد اشتري لفاتش. فرسpecial project. للمشروع خاص بي يعني مثلا such as buying a car or a house. ان نشتري منزل او سيارة وهو هذا اكثر شي الناس تأخذ القروض حتى انه تشتري سيارة او منزل. فهذا رح يمر علينا من الاسئلة المهمة لماذا نستخدم القروض فنستخدم القروض أو بدون هذا القروض قبل لنستخدم نستخدم هذه الطريقة نستخدم 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 الناس الفلوس الذين يريد أن يبدأ مشروع خاص أشتري سيارة سيارة خاصة ملكة بالبيت أو أشتري منزل كل أحوال هو منزل لكن هناك الناس تفتح مشروع مكتبة شركة نقليات يعني من هذه المطعام الى آخر فالسلع لهم مشاريع خاصة فهواء من الناس يردون يبدأون مشاريع خاصة It is often up to me to decide whether the business is a good idea or not يقول أنا كمديربانك عائد الأمر إلي أن أقرر إذا المشروع ناجح أو لا هو فكرة جيدة أو لا ليس معقول أن أنت لأحد مشروع أدري به هو فاشل مثلا ما إلي مثلا سوق بالمجتمع العراقي أو المجتمع بشكل عام ما يتقلم التقاليد فممكن البضاء على أنتجها أنا ما تمشي ولهذا رح يقصر المشروع وبالأخير أنا ما رح أحصل فلوسي فيقول الآن إلي أشوف المشروع زيان أو لا And sometimes I must make suggestion ومرات شوية أدخل وأقدم اقتراحات to improve their plans حتى أطور وأحسن من خططهم For example مثلا If a man wants to open a bookshop يجيني شخص يريد أن يفتح مكتبة محل بيع قرطاسية وكتب On a street على شارع وفي شارع That already has several bookshops هو أصلا بي محلات كتب يعني لنفترض أريد أفتح لي أنا مكتبة وأروح بالمتنبي مثل هؤلاء المتنبي اليوم البارح هم موجودين ومشاريعهم أو مكتباتهم ومحلاتهم موجودة من سنين سنين وعدهم الزباع انمالتهم وعدهم معاميرهم خلي نقول فما أجي أنا أطب يومهم قبل هيد شيء وأريد أتوقع أنه أربح لأنه يراد لفترة زمنية يلا أبدأ أكسب معامير I might suggest that he opens end فأني من يجيني هيد شخص أم ممكن أقترح عليه أنه يفتحه On another street في شارع آخر في منطقة أخرى Well he can get more customers حتى يمكن أن يحصل على زوائن أكثر لكن Unfortunately ولسوء الحظ I cannot always approve loan لا يمكن دائما أن أوافق على القرض لسوء الحظ مو دائما أني أقدر أخدم الناس وأقتنع بالمشروع وأقولهم ياابا أوكي هاي صرفنا لكم الفلوس فهذا يقول وهذا أصعب جزء جزء الأصعب في عملي وظيفتي بما أنني أريد أن أخييب أمل زباني منطقة مثل بخ живот SAR THAT ALREADY HAS SEVERAL BOOKSHOPS I MIGHT SUGGEST THAT HE OPENS IT ON ANOTHER STREET WHERE HE CAN GET MORE CUSTOMERS UNFORTUNATELY I CANNOT ALWAYS APPROVE FILM THIS IS DIFFICUL 2 youth كما لا أريد أن أشعر 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 بعض البنوك تتعامل مع الشركات الكبرى قسم من البنوك تتعامل مع الشركات الكبرى while others have more to do with small businesses قسم من البنوك تتعامل مع المشاريع الصغرى والشركات الصغرى and individuals والأفراد الأشخاص العادين both types of banking نوعين ذلك كلا هما نوعين من الأمور البنكية هذه المعاملات البنكية can be enjoyable من ممتعة banks هذا مهم banks that work with large companies البنوك اللي تتعامل مع الشركات الكبرى can help them هذا دائمين يجيبوه لهنا can help them can help them improve and extend their businesses أنه نطور أو تطور وتوسع تطور وتوسع أعمالهم يعني مثلا شركة خلي نقول لي نفترض يعني نقول إحنا أنا ممكن إيش الأمثلة مالتي شركة المراعي عدهم مثلا أنواع من الألبان مثلا لمن وجبن وزبد وقشطة ومثلا فد نوعية معينة بعض ثانية خلي نقول أيضا قشطة لكن هذه القشطة مثلا بيها أنواع هذا الجبن مثلا أو اللمن بأنواع يردون يفتحون نوع جديد يعني بعضها مثلا توطلع أو طعم جديد فتشي فهذا يحتاج لفلوس حتى الشركة تجيب أجهزة جديدة تجيب مواجهة جديدة تجيب مواجهة جديدة تجيب موظفين جدد ورواتب جديدة فهذا يضطر أنه يحتاج لفلوس فالشركات أو البنوك تجي تدعم هذه الشركة يقولون يا بنسهل لكم القروض ننطيكم مثلا محتاجين 100 مليون ننطيكم احنا الميت مليون وبقروض مثلا بسيطة على راحة نناخذ الأقصاد النسبة قليلة واحنا بنفس الوقت مستفادين والشركة طورت لأن الشركة ما عند هذا الميت مليون حتى توسع مشاريعها إذن التعامل مع الشركات الكبرى يساعدها للشركات أنه تطور وتوسع مشاريع وهذا أمر ممثير وممتع بحيث أنت كموظف بانك وتتعامل مع هذه المواد والاتجاهات والأعمال المختلفة راح تكون عندك معرفة واسعة معرفة واسعة عن مختلف المواد والمشاريع فإذا أنت تشتغل بشركة تنتج مواد كيميائية مثلا عليك أن تفهم كيف المنتجات كيف المنتجات كيف تصنع وتستخدم كيف تصنع وتستخدم كيف تستخدم كيف تستخدم كيف تستخدم قم تشفق مع الناس العاديين والبعض وشركات صغيرة مكتب توصيل مطعم صغير ما الذي أشعر في هذا هو الذي يجب أن أستمتع على وجه الخصوص أن أتعامل مع الناس العادية والشركات الصغيرة أن أتعامل مع نطاق واسع من الأشخاص المختلفين يجيني كبير بالسن، يجيني شاب، يجيني طالب، يجيني تاجر، يجيني اختصاص أني ممر عليه شخص مثلا قبل وأستفاد من معلومات يجوني رجال، يجوني النساء، يعني هذا الطيف المختلف من الناس يخليني أستمتع بعملي وأيضا يشعرني بالرزا الكبير أن أكون قادر أن أساعدهم بمشاكلهم يعني هو متعرض الخسائر ويحتاج أنه واحد يدائنا فلوس فأخلص من المشكلة وأصنع الفارغ في حياتهم Some bankers work mostly with large companies while others have more to do with small businesses and individuals Both types of banking can be enjoyable Banks that work with large companies can help them improve and extend their businesses This can be very interesting and exciting As you have to be quite knowledgeable about many different subjects If you work with a company that makes chemical products, for example, you have to understand how and that the products are made and used My main work is with individuals and small businesses What I particularly enjoy about this is that I meet a range of different people It is also very satisfying to be able to help them with their problems and make a difference in their lives To begin with نبدأ ب هاي أول وحدة يعني أنت بالقلم ممكن نقول هاي أول وحدة من المهارات المطلوبة أما الثاني راح تكون هذا الثاني اللي هو أن يكون قادر أن يقرأ ويفهم الرسوم البيانية والإحصاعات بسرعة مهارة أخرى ثالثة اللي هي أن يكون قادر أن يعمل ويتعامل مع خبراء آخرين في مجالات أخرى اللي ممكن يقدمو لك معلومات يتفيدك يعني راح يشرح هذا الشي يقول يشرح يقول مثلا إذا يجيني زابوني يريد يشتري بيت For example I need to know أنا أحتاج كموظف بنك كمجير بنك ورح أقدم القرض أحتاج أن أعرف About the value and structure of the house أريد أعرف طيمة وهيكل البناء هل هو قديم هل هو جديد في منطقة زينة البناء مالتاق نقول مسلح عقادة طابوك خشب منطين في منطقة ريفية في مدينة أطراف مدينة لازم أفهم لأن أنا إذا يجيني يقولي أنا أريد مئة مليون والبيت ما يسوى لعشر ملايين يعني المصطلح هذا اللي نقول عليها قطني بتسعين مليون هذا أنا مو أجي وأوزع فلوس بالمجان لازم أعرف هذا البيت مني يريد مئة مليون فعلا هاي المئة مليون هي قيمة البيت إذا أنا شمدريني قابلاني دلال أو أبو عقارات فأضطر إنه أسأل واحد فهناش يقول أريد أعرف قيمة وبناء البيت وما هي المنطقة الحية السكني اللي موجود بي هنا يجي دور الشخص المختص خلقوا لأبو عقارات دلال إلى آخر الخابرة ينطيني المعلومات ويقول لي لا هذا البيت ما يسوى أو يقول لي يروح أموره عدل هذا ويديحش الصح ونطي القارز أخيرا الرابعة راح تيجي ناربعة احنا مهارات البانكر needs to be good good communicator أن يكون متواصل جيد متكلم جيد يعني شو نقول متكلم يعني حد شاي بالعامية نقول واحد يحكي يعرف يقنع يجيب لك دلائل يغير أفكارك فهو يكون متواصل جيد على التعامل مع الناس your client العملاء مالتك الزبناء الزبناء شنو الزبائن need information about many different things يحتاجون معلومات عن الأشياء أو الأمور المختلفة some of them quiet complex قسم منها معقد نسبيا they need a banker who can explain these things clearly يحتاجون موظف مدير بنك يشرح لهم يوضح هذه الأشياء بوضوح يعني تم and who enjoys helping them ويستمتع أنه يساعدهم يعني مو إيتي من النية جاي يتعامل لهم لأنه موظف أو مدير things clearly and who enjoys helping them انتهت القطعة الكلمات ميزناها وعرفناها وعرفنا شنو الأشياء المهمة بها يعني على قدر نقول الوزاري يكون بسيط يعني وراح نشوف بعدين بالفيديو المخصص لوزاريات القطعة بالبداية راح نحل هذا التمرين اللي هو عبارة عن true false my job has a daily routine عملي فيه routine يومي false هذي ليش لأنه واصلا يقول ماكو يومين من الشابهات we do not encourage لا نشجع الطلب to open accounts أن يفتحوا حسابات أكيد خطأ لأنه يقول إحنا نجذب الطلاب بعرض حسابات طلاب خاص I have to assess new business ideas علي أن أساهم بأفكار عمل جديدة true sometimes I can't agree to give a loan أحيانا لا يمكن أن أوافق أو يعني أصادق على أن أعطي القرض true bankers only need to know about financial subjects موظفي البنوك مدير البنوك يحتاج أن يعرفون بالمواضيع المالية فقط false لأن لازم يعرفون بكل شي حتى يعرفون وين تروح الفلوس I do all my work alone أن جز عملي بمفردي أكيد خطأ يعني أنا أحتاج ناس ساعدني يعني مو بس بالمصرف بس حتى خبراء وناس من واختلف للاختصاصات حتى أنا أقدر يعني أنجز العمل المالتي وعنطي النتائج الصحيح انتهت القطعة وإن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي بحل وزاريات قطعة موظف البنك